أساس خالد أيضاً لما نيجي نتكلم عن دور الرابطة الحقيقة واضح الفترة اللي فاتت نوى له دور لهم دور جيد الحقيقة ممكن يتم انتقادهم في بعض الأمور ولكن في النهاية يجب الوصول إلى صيغة للتفاهم لأنه الرابطة عاملة شغلة جيد ده محدش يقدرين كده أنا واحد بالناس كنت في الأول منطقة ده وكنت شايف أن اتحاد الكرة لن يسمح ليهم أو لن يترك لهم لن يترك لهم المساحة أن هم نجحوا في انتزاع ونقصد الكلمة انتزاع مساحتهم وصلاحياتهم قدروا أن هم يبرهنوا ويثبتوا ده على أرض الواقع سواء في شكل المسابقة سواء في الانتظام سواء في التصوير سواء في أمور كتيرة طبعا الحلقة الأضعف في الموضوع كله هو التحكيم هم دايما بيعترفوا بده وده الشئ كويس جدا بالنسبة للربطة هم بيعترفوا أن فيه تأثير من التحكيم وعلشان هم الحلقة اللي مش تحت إيديهم في اللعبة عجبني جدا الكلام الإيجابي اللي طالع من اتحاد الكرة الجديد برئاسة منتخب نعم طبعا برئاسة رسول جمال علام أنه فيه تفكير أنه ليه لأ ما يكونش فيه خبير تحكيم أجنبي هو اللي يكون رئيس للمنظومة لتطوير المنظومة علشان طول الفترة اللي فاتت كان احنا جربنا كل الأسماء وكل الأسماء ما احترمنا كامل كان فيه خلاف عليهم إنما أنا واحد من الناس شايف أن أسوأ مرحلة عندنا بها تحكيميا هي مرحلة الماضية سواء الموسم اللي فات أو الموسم أو اللي تلعب في الموسم ده فإذا أنك تدور على الأزمات سواء الرابطة وتحاول تحلها ويكون فيه تفاهم في تصريحات ما بين الاتحاد الكرة الجديد أنا شاف أن فيه محاولات للانسجام والتناغم سواء التصريحات اللي طلعة جديد من اتحاد الكرة والتصريحات اللي طلعة من ربطة الأندية لا بيبين ويبين كمان أن الربطة هتنجح أكتر لأنك لما تكون عندك أنت بتنتزع صلاحيات مع لجنة مش عايزك يكون نيك دور وتقدر تقدم ده فلما يكون معك تعاون مع التحاد الكرة منتخب ويكون فيه ربط عايزة تعمل ده أعتقد أن النتائج هتقبأ أفضل خلال الفترة الجاية إن شاء الله كابتل إسلام اشتركوا في القناة